مارس الكولر المدير الفني للنادي الاهلي جدد مش عقده جدد رفضه التعاقد مع مصطفى زيكو لعب زد احكي لكم الحكاية زيكو طول الوقت معروض على مارس الكولر ومارس الكولر قال انا مش عايز لعبين من مصر مش عايز مفيش حد انا مقتنع بيه طب زيكو ده متقلق جدد لأ بس انا مش عايزه مش هيفيد فرقتي واللي عندي افضل كابتن محمد رمضان دلوقتي بيحاول يطنع مارس الكولر بيزيكو كابتن محمد رمضان فتح الباب والمجال انه الاهلي هتعاقد مع لعبين سواء محليين او اجانب خلال الفترة اللي جاية ومارس الكولر كان اقفل الباب دوت لحد يناير بس الاهلي بعد خسارة السوبر امام الزمالك لا عايز ياخد اللاعبين المميزين في الدولة المصري وعايز يشوف كمان اجانب فكابتن محمد رمضان بيحاول ما زال يحاول ما زال يحاول قبل غلق باب القيد يوم 25 اكتوبر ان يتعاقد النادي الاهلي مع زيكو بشرط طبعا واكيد بموافقة مارس الكولر اقنعوه هيكمل ما اقنعوش هيكمل المفاوضات يعني ما اقنعوش يبقى ممكن زيكو ميبقاش موجود في النادي الاهلي ولكن زيكو للنادي الاهلي اولوية المارس الكولر لا حتى يزيلا حزيلا ترجمة نانسي قنقر